السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح النور لبنات نتمنى تكونوا بصحة وعافية ان شاء الله اليوم بديت تحضيرات رمضان شهر رمضان مبارك رب يجيبوه على خير وعافية ان شاء الله رن في موسم الليمون حبيت نخبي منه شهر رمضان نحتاجوه في الشربات في الجو في الماكلة وليزيز نحتاجوه في القطو ساك في التحليات في الكيك هادو كامل هنا عندي الليمون وعندي لساشيتة كونجيلاتيون عندي هادو هادو تالكونجيلاتر وهذا لوزيز تراه عندي من قبل يقعد كما راهو يعني ما من الريحة تقعد كما راكم تشوفوه ننحيب شوية ونحط ونحاب بانايا الزيز لازمنا نربيه غير القشرة الفوغانية غير الصفورة ونحكوش اللبيض كوننا نحكوه باللبيض اراه حيجينا مر سماحنا نحتاجو غير لي من فوق ونربيه في الصغيرة من المستحسن اما للجو اللي عندها العصارة تالي سيتي يكون احسن واللي ما عندهاش هتتعد بشوية بالصحة وش هتدير بشوية بشوية وهم يعني ما هم شغاليين هادو العصارات تالي سيتي اختراك شديتها ليد مليحة غير الحبه ولا زوج كنقصو الحبه ما نقصوها شبطو لانك ينقصوها هكا مش هتتعصر مليح اما كنقصوها بالعرض للجو تحها كامل هيهبط انايا هنايا اعصرت الكمية كاملة ونحيت الوزاست كامل والخطرة اللي جاية بربي انشاء الله هنزيد نشري بهندير لكم وندير سماه للرمدان القارص المصبر الليمون المصبر اللي يقعد حتى العام وطريقة سهلة وما تديش ما تدي لجهد لوقت ونحطوهم في هادو المكعبات الصغار ونحيب منها من العلف تولهو وانا ما كفيتني شديكتا كونجلاتور درت هاد المولتي سيليكون المهم لازم تضطوهم في بلاتو ولا في هادو القطاعه انا حطيتهم باكي نجيو نهزوهم ما يسيحوناش وانا هادو الكمية درت لي كمية لبس بها من الجو ومن الزاست شريت من قبل بلاك نصف كيلو وزيت شريت مشي نصف كيلو كيلو وزيت شريت هو بستاش ننفه شريت بعشرين عشرين كاملة ما شي بزاف يعني واحد كيلو حاجة زوج حبات ولا لوزيت نحطوه في هاد الساشيات ونعدلوه ونخرجو منو لهوا مليح سما نقفلو ونخليو فتحة صغيرة ونقعدوه نمشيو بيدينا به لهوا يخرج منها ترقاق لنا ومنها يقعد محفوظ لبس عليه هاد لي ساشي يخليه منه بلايس في كونجيلاتور لحوائيش خلاف وهنايا دجاراني حطيت وهذا كميزان ما جمتش وهنايا بنحط هنايا لوزيت هنايا في هاد الأبوات هادي اللي في ال سبيسيال اللي في ال في كونجيلاتور كيدا من قبل هنايا راه وجمت دلنا دجاراني حطيت نحط نايا هاد المكعبة الكبار واحدهم سبيسيال هادو اللي يجيو الشاربات وصغار هنخليهم الشربة دويدة واللاطجين زيتون أملاح وهاد الخدمة المسبقة هات توفرنا جهد وتوفرنا وقت في رمضان ورب يقدرنا ورب يجيبوا على خير وعافية وان شاء الله تلقابوا الوصفات على الليمون المصبر في الفيديوهات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر